السلام عليكم ورحمة الله متابعين الأعزاء متابعين قناة الدعم المدرسين يوم غادي يكون معنا واحد نموذج دي الانتحان الموحد المحلي على صعيد المؤسسة دوري سيناير 2022 كما عرفته بعد ما صدرت الوزارة يعني لذلك المذكرة اللي كتحدد فيها الأيام الضبط وهي واحد وجوج ان شاء الله فبراير 2022 غا يكون عندكم انتحان الموحد إذن غا نديروا هاد نموذج هذا غا نخدموا عليه ان شاء الله وراجوا في أهم الدروس كالعادة غا نخلي لكم بدي اف اسفل الفيديو غا نخلي لكم رابط لي في باقي يعني النماديج دي الامتحان على صعيد المؤسسة إذن غادي نبدأوا بالمجال الأول اللي هو الأعداد والحساب إذن غا يكونوا عنا عمليات هاد العمليات سيكون فيهم يعني الأعداد الصحية الطبيعية والأعداد العشرية يكون عنا الجامع والطارح والجداء والخارج مفهوم إذن غادي نبدأوا هنا بالنسبة للأعداد العشرية الحاجة اللي ترد معها لبال هو أنه خاص يكون عندك الفاصيلة تحت الفاصيلة لأن الوضع هو في انك يقدر يوقع الخاطئ إذن غادي نحط هنا الحال سهل بما أنهم بجوج عشرية فما كيش مشكل ولكن بحال هنا مليك يكون عندي عدد صحيح طبيعي ما عدد عشاري هذا ضروري نزيد لي الفاصيلة والصفر باش مليك نجي نحط كنحط الفاصيلة تحت الفاصيلة وما كنخطأش في الحساب إذن غا نحط هنا يا العدد الأول فاصيلة تحت الفاصيلة باش نحط كل رقم تحت الرقم اللي في نفس الرتبة إديال نحط كل رقم اللي في وقت لاتجوز باش نحط 9 زائد 14 ، أكتب 2 ملاحظة بشعور 1 أكتب 2 ملاحظة 1 أعطيني 6 أعطينا الفاصيلة كنحطح 4 زائد ثلاثة سبعة ثمانية زائد جوج عشرة واحتفظ بواحد تسعود مع الواحد عشرة ومع السبعة سبعتاش وجوج مع الواحد ثلاثة اذا سنكملوا هنا يقولنا هذا ماشي عشاري هذا عشاري اذا هذا صحيح طبيعي نزيد الفاصيلة والصفر نزيد الأصفر بقدر عدد الأرقام هنا بعد الفاصيلة نزيد هنا فاصيلة إذا أعطونا هنا جوجة الأرقام نزيد هنا جوجة الأصفر لأن ما يغير في الرقم حتى حاجة وهنا يجوج ونطرح دائما الصفر الفوق لا يمكن دائما الصفر الفوق لا يمكن خسني تسلف أو لندير الإضافة إذا ندروا الإضافة عشرة ناقص أربعة ستة الفاصيلة تحت الفاصيلة هنا كذلك ندروا الإضافة عشرة ناقص ثلاثة سبعة هنا كذلك ثلاثة 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 ث احتفظ بال 1 جوج فى 1 جوج واحتفات 3 جوج فى جوج فى 4 نضع النقطة قبل ان ننتقل عدد الرقم الموالى اكتب ال 1 و احتفظ ب 2 6 فى 3 فى 18 و جوج 20 اكتب 0 و 1 و احتفظ ب 2 ثلاثة فى 1 و 3 و احتفظ 5 ثلاثة فى جوج فى 6 و نجمع هنا نحط الفاصيلة نجد هنا بالنسبة لقسمة الأعداد العشرية إذا كان عندي الفاصيلة في المقصوم فننتخلص منها غير هو مني نضع الفاصيلة في الخارج المشكلة يكون عندي نضع الفاصيلة ثم نضع الفاصيلة هنا تقدر تمشي الفاصيلة تقدر ما تمشيش ولكن هنا دروري خسنين تخلص منها اذا عندي هنا جوش الأرقام ما غيكفوني شغل ناخد ثلاثة الأرقام 146 حفية مستة وخمسين فيها الجوج اذا جوج في 16 احتفاظ واحد جوج في 15 واحتفاظ 11 كنطرح دائما ضرب تابعو الطرح اذا سنقصد الاستاء ناخد طریق معمل وقت الشرق من 11 ا Squad 3 ا 셋 احتفاظ وخمسين. اذا يمكنك عمل شيخ99 مناسبت 計 ب Crep i with one وكلمrente انتركون ناخد طريق سفي واضحت الاثاليا اسمم يومج احتفاظ 4 ناقص 3-0 3 ناقص 3-0 نضع الجزء العشاري نضع الفاصيلة 1-50 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 1-70 1-50 1-50 1-50 1-60 0-SI 1-50 عندي عدد عشري هنا يا عندي مثلا 16 فاصيلة 25 مقصومة لا مثلا واحد ونص هنا فين كن نشوف شحرخصني باش ان ركيلك يبغي حييدة من هنا ومن هنا ماشي لانك يكبر لك العدد فقط انت حييدها غير من هنا هنا يا غنضرف عشرة على الثاني هنا غنضرف عشرة اذا هذا شحل ولا هذا ولا خمستاش هذا وزيح الفاصيلة برقم غتولي 162 فاصيلة خمسة وندير عملية القسمة ونهبط الخمسة نحط الفاصيلة بعد المرات كيكونوا مقادين مثلا 15 فاصيلة 6 قسمة مثلا 0 فاصيلة جوج اذا غنضرب هنا في عشرة غتولي جوج غنضرب هنا في عشرة غتولي 156 وغيولي وعندي بجوج اعداد صحيحة طبيعية اذا المهم انا كن نشوف المقصوم عليه فاش خصني كل واحد على هذا النجول لقم الغ码 تطور مك Dipوى 했는데 نكمل هو له lançاني وموع الجمع aligned لقد جمع على الأعداد الكسری خلونا بضعة المقام المقام المشترك هو المضاعف المشترك الأصغر المضاعف المشترك الأصغر المضاعف المشترك الأصغر ثم نضرب 5 في 15 هذا هو المضاعف المشترك هذا هو المضاعف المشترك ثم نضرب 3 ثم نضرب 4 سابعه سابعه اربطه اضافه سابعه سابعه اضافه من العزار حيث سابعه وما سابعه 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 هي المضاعف المشترك الأصغر مضاعف مشترك الهواتف نفهم؟ ولكن في هدي الحالة هذي بجميع مضاعفات ربعة هذي باينا ولكن ربيناتمو احد العلاقة كاي انتي بلي يتمسة من مضاعفات جوج والربعة من مضاعفات جوج إذا شكا نديل؟ ابحث عندي المضاعف المشترك الأصغر ماشي بالضرب دي السفربعة لا شن هو العدد لك يتلاقوا فيه في جدول الضرب دي السفربعة قبل لقل 24 لان ضرب السفربعة يعطني 24 كيفش قدقى المضاعف المشترك الأصغر؟ كن شت السف؟ لقد قد نضاعف فيها الكبيرة العدد الكبير هو اللي كنت نضاعف فيه استفجوش حال 12 وش الربعة ممكن تولي 12 اه اذا كول مضاعف ومشترك لأصغر ممشيش انها 24 مباشرة وهي تلمشيتي لها صحيح ممشي مشكل غير باش تختاصر على راسك الطريق وصل لك اختازي اذا هنا غتكون 12 و هنا غتكون 12 مزيئ الربعة كيفاش تولي 12 ضربناها فلانكم درتو كيفاش نلقى عدد كسري وسوي عدد كسري الربعة كيفاش تولي 12 ضربتها في 3 اذا انت الخمسة تضربت ثلاثة تولي 15 واخا والسهنة كيفاش توليت 12 ضربناها في جوج فعملي ضربناها في جوج اذا احتى المقى السميته والبسط هو غنضربه في جوج ايطاني 22 اذا ده باش تولي عندي هتولي عندي 15 زائي 22 هتولي 37 على 12 هتولي 37 على 12 وممكن ضرب 6 في 4 وضرب 6 في 35 وغيخرج لك عدد كبير بالنسبة للضرب الضرب حدو ساهل البسط في البسط المقام في المقام اذا هي 17 في 3 على 12 في 80 هنا اما نختازل عدد نحسب ولا نحسب عدد نختازل كيفاش غن نختازل باش انا غنعرف عندي اختزل كنشوف الاعداد اللي الفوق مع الاعداد اللي التحت واش كين شي واحد يعني عندو شي علاقة مع شي واحد التحت اذا 17 ما عندو تعالقه مع هدو بجوج 3 كيبالي انه 3 و 12 را 12 مضاعف الثلاثة اذا نرغي عندي تم بوحد الاختزال اذا نغندير فوق 17 في 3 و 12 غنفرقها هي 4 في 3 في 8 غافيها 12 فككتها هي 4 في 3 غتمشي 3 الفوق مع 3 التحت 4 التحت 8 في 4 هي 3 و32 هو را ممكن تبغي 17 في 3 غادي يغطي 51 وممكن تبغي 12 في 8 و 96 صحيحة والكن اذا قالو الك اختازل تقلب على القاسم المشترك باش تقسم علي هو من الاحسن قبل ما تحسب عملية الضرب تقلب على العواميل المشتركت باش تختازل بيهم ونحن لديك حديد قواسم العدد 32 كيف نحضر القواسم لكي تكون ضابط قابلية القسمة عدد التي تقبل القسم على 2 اشخاص يكون فيها وعلى 3 أو 4 ونحن نضيف كيف ساوي اول قاسم هو 1 1 في 2 و 3 نائماً لواحد وش هد العدد يقبل القسم على 2 هي 2 فاش 32 للقسم 3 جميعاً 16 هل يقبل القسم على 3؟ نحن نعرفه مجموع الأرقام 3 زائد جوج 5 إذا ليس من المضاعفات ماشي من المضاعفات 3 نضوز الرابعة هل يقبل القسم على 4؟ اكتعاف الجدول الضرب للأربعة ستعرفوا كين وكيف نحن نعرفه على الثاني؟ نحن نعرفه انطلاقاً من العدد الذي كان مع الاثنان إذا كان العدد الذي كان مع الاثنان زوجي فره يقبل القسم على 4 إذا هي 8 6 هل يقبل القسم على 6؟ لا فره يقبل قسم على 6؟ لا فره يقبل القسم على 7؟ لا كيف خاطئ الى قاسم القواسم 1-4-8-16-2-3-0-6-4-8 يدخل سعيد مالياً مالياً قدره 1200 درهم في كل شهر لمدة عام كامل يدخل المبلغ للمدة عام كامل يجب أن نخرج المسألة نعرف نوع العملية التي ستحتاج للمسألة يجب أن يدخل المبلغ للمدة عام يجب أن نعرف المبلغ لكل شهر يجب أن نضرب 12 شهر الآن يجب أن نضرب 12 شهر يجب أن نضرب 12 شهر يجب أن نضرب المبلغ سيد الداخر إذا هو السيد، هل يجب أن نضرب 12 شهر وزيف في كل شهر كم من شهر يلزمه لإدخار هذا المبلغ نحن لدينا المدخرة نحن نعرف كم من شهر يحتاجه لكي يوفر في هذا المبلغ لا يمكن لأن هذا كل ما نزيد نحن نقش نحن نقش نحن نقش نحن ندخل هذا كل شهر نحن نعرف كم من شهر يجينا نحن نقش عملية القسمة هي العملية المناسبة لهذه المسألة نحن نقض 21000 نقسمها على 1200 لكي نعرف كم من شهر نحن نعرف كم من شهر 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 سنقش سيلزمه سيلزمه 18 شهرا لدينا المبلغ نقش 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 كم من شهر كم من شهر كم من شهر تعلم كم من شهر سيكون أدوات الهندسية تجريد كم من شهر اضع محطة اضع المحطة اضع محطة اضع المحطة اضع محطة نغطي المنزل من النقطة نحن نرسم نحن نعود نرسم 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 نجيب المستارة سيفيد المستارة ندود المستارة نضيف المستارة نvezدوز المستارة المستارة نقوم بمسارة المستارة يجب أن يكون محطوط بحلاكة بشكل التعامد نضيّر بالمستارة ونظر إلى هذه النقطة يجب أن يكون مستقيماني متوازين نضيّر بالصفحة الموالية يجب أن يكون مستقيم عمودي ويمر من النقطة نضيّر بالمستارة وفي نفس الوقت يمر من النقطة نضيّر остlic دامًا نضيّر المستقيم نضية نضيّر بال flashlight ويمت Series نضيّر دق Ming نضيّر المستقيم نسمى الرسم المتوازي الأضلع أرسم المتوازي الأضلع بحيث AB 5 سنتيمتر ستكون 4 سنتيمتر مستعين بالأدوات الهندسية المناسبة أول شيء أرسم AB 5 سنتيمتر أسهل أسهل معطيات المتوازي الأضلع لأنه يقوم بحيث الزاوية فهذا الساعة تزاد الصعوبة لأنه يجب أن ترسم الزاوية في المنتجة ترسم المتوازي الأضلع أضلع الأول في حالة العطاق الزاوية تضع المنقالة تتحدد الفتحة في إنكينا 70 و 80 تتحدد الفتحة في حالة العطاق الزاوية تضع النقطة و عادة تعود ترسم المستقيم أو الضلع الثاني من المتوازي الأضلع تتحدد الفتحة في حالة العطاق الزاوية الثانية نأخذ القياس تضع الربعة سنتيمتر بحال هذا يجب أن يكون هنا و قمنا نأخذ القوس الثاني إذاً هذه هي النقطة تقاطع فهي النقطة D اشتركوا في القناة 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 اضافة سطحة في المتر سيضافة السطحة في المتر اضافة سطحة في المتر اضافة 5 و اضافة 8 لا يحتاج الفاصيلة اضافة الديكامتر اضافة فاصيلة 8 فصيلة 65 سوف نجيل هنا وحدات القياس الكوتل هنا لدي كوتل مختلفة ستتحول الكيلوغرام كل مصوم يتحولي الكيلوغرام مره واحده الكيلوغرام اذا زمن خمسة طون هيا خمسة طون هذه اصلا بالكيلوغرام ولكن يكسبها لجميع الجدولب اذا انا اربعة جوج سبعة خمسة نقوم بزائد سوف نحويل ديسيمتر مكعب سوف نحويل ديسيمتر مربع سوف نحويل ديسيمتر مربع سوف نقش معكم من بعد الإطار المرجعي وإطار المرجعي هما الأسئلة يعني عدد الأسئلة اللي غايتطرحوا وفاش غايتطرحوا وكيفاش غايتطرحوا غادي ندير لكم إن شاء الله فيديو خاص بالإطار المرجعي ديال الامتيحان ونشوفوا واش غادي يكون عندكم إقدار يكون عندكم هذا أو لا لا إذن هنا واحدة قياس الحجم إذن عندي صفر فاصلة 35 متر مكعب الصفر هو اللي تحط في المتر مكعب وشنوحدة 35 متر مكعب ونحولو الديسيمتر مكعب لا تقول صفر هادخل الديسيمتر مكعب ومكتب 35 لا يجب أن وصلت الوحدات أنا يلا في العشرة يجب أن وصلت الوحدات عادة كنقول هادخل حولت الديسيمتر مكعب أو شي واحدة من قياس سواء الحجم أو المساحة يجب أن وصلت الوحدات وهذا الصفر معنا لشنكتبوه هاتعطيني هيا تلتمية وخمس هنجيول هنا إذن يجب أن نعقل على هادوك الوحدات كنبدأ بالأوكتي شوف الأوكتي هي صغيرة الأوكتي الأوكتي كيتبعها الكيلو الأوكتي كيتبعها الكيلو كيعلي ميغا أوكتي كارل ثم الترى نقل وكلي كلها الخانة الحجم قسمين 3 هذا المستفيد اختي عمصة أكتبا 0.512 جيجا اوكتيل اضافة حديقة صغيرة طولها 7 متر وعرضها 5 متر قد غرست بها مجموعة من النباتات المختلفة وتقوم بسقيها بمعدل 5 لتر يوميا وحسب مساحات هذه الحديقة الصغيرة وحسب كمية الماء اللازمان يسقي هذه النباتات أسبوعيا باللتر تحتاج كل نهار 50 لتر أسبوعيا في أسبوع نضرب 7 في الخمسة 35 لتر نكتب ستحتاج تحتاج إلى 350 لتر أسبوعيا أسبوعيا هنا ممكن تتسبب مساحة هذه الحديقة مساحة الحديقة هنا المجال لتنظيم معالجات البيانات سوف أعطيكم مجلسة المبيان وأنتم سوف تخرجوا منه مجموعة من المعلومات إذا قام أربع شباب يرفع أثقال بقعة الرياضة كما هو مبين في المخطط بالأعمدة جانبه هو عدد الكيلوغرام لهز كله شاب علي خاليد عمر فريض إذا قال لك شحال عدد الكيلوغرامات لهز كله سوف نبدأ من علي علي 240 كيلو جرى خالد مجرى عمر جهنية بين هذه و هذه أنا أريد أن أعرف بين كل تدريجة و تدريجة أولا كل خط و خط كل خط كل خط كل خط إذا وصلنا ال180 اصبحت 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 حقوقي فارد اصبحت 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 حقوقي زاد Here is this 44 خط وزاد وزاد الزاد وزاد ثلاثل هذا هو الكلام اذا انطلاقا من هذا الشيء هو فريد اذا اسم الشاب الذي حمل اكبر عدد من الكيلوغرامات هو فريد اذا كان هذا هو النموذج اتمنى تكونوا استفدتم من المراجعة واطلقوا ان شاء الله معنا ما ديش اخرى بحول الله